اشتركوا في القناة لا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اللهم إنا نعود بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجابنا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأسأل الله تعالى لي ولأخوان المسلمين التوفيق للصواب اللهم عمين اللهم عمين يقول الله عز وجل وقال ربكم لغوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري ويقول السائل إنه دع الله عز وجل ولم يستجب الله له فيستشكل هذا الواقع مع هذه الآية الكريمة التي وعد الله تعالى فيها من دعاه بأن يستجيب له والله سبحانه وتعالى لا يخلف المعاب سبحانه والجواب على ذلك أن للإجابة شروطا لا بد أن تتحقق وهي الإخلاص لله عز وجل بأن يخلص الإنسان في دعائه فيتجه إلى الله سبحانه وتعالى في قلب حاضر صادق في اللجوء إليه عالم بأنه عز وجل قادر على إجابة الدعوة مؤمل الإجابة من الله سبحانه وتعالى الشرط الثاني أن يشعر الإنسان حال دعائه بأنه في أمس الحاجة بل في أمس الضرورة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله تعالى وحده هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هما أن يدعو الله عز وجل وهو يشعر بأنه مستغنى عن الله سبحانه وتعالى وليس في ضرورة إليه وإنما يسألوا هكذا عادة فقط فإن هذا ليس بحري في الإجابة الشرط الثالث أن يكون متجنبا لأكل الحرام فإن أكل الحرام حائل بين الإنسان والإجابة كما ثبث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر مؤمن بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزعناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كل من الطيبات وعملوا صالح ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى الله يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وما البسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا يستجاب لذلك فالسبال النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب الظاهرة التي بها تستجلب الإجابة وهي رفو اليدين إلى السماء أي إلى الله عز وجل لأنه تعالى في السماء فوق العرش ومد اليد إلى الله عز وجل من أسباب الإجابة كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا ثانيا هذا الرجل دع الله تعالى باسم الرب يا ربي يا رب والتوصل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة لأن الرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور فبيده مقاليد السماوات والأرض ولهذا تجد أكثر الدعاء تجد أكثر الدعاء الوالد في القرآن بهذا الاسم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفرنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وآتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخفف الميعات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضي عمل عامل منكم من لك لأن أمثى بعضكم من بعض إلى آخر العية فالتوصل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة ثالثا هذا الرجل كان مسافرا والسفر غالبا من أسباب الإجابة لأن الإنسان في السفر يشعر بالحاجة إلى الله عز وجل والضرورة إليه أكثر مما إذا كان مقيما في أهله وأشعة أغبر كأنه غير معني بنفسه كأن أهم شيء عنده أن نلتجع إلى الله ويدعوه على أي حال كان هو سواء كان عشعة أغبر أم مترفا والشعة والغبر له أثر في الإجابة كما في الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة يباهي الملائكة بالواطفين فيها يقول أتوني شعثاً قبراً ضاحيين من كل فج عميق هذه الأسباب الأربع لإجابة الدعاء لم تجد شيئاً لكون مطعمه حراماً وملبسه حراماً وغذي بالحرام قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنا يستجاب لذلك هذه الشروط لإجابة الدعاء إذا لم تتوفر فإن الإجابة تبدو بعيدة فإذا توفرت ولم يستجب الله تعالى للداعي فإنما ذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل ولا علمها هذا الدعاء فعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم وإذا تمت هذه الشروط ولم يستجب الله عز وجل فإنه إما أن يدفع عامه من السوء ما هو أعظم وإما أن يدخرها له يوم القيامة فيوفيه الأجر أكثر وأكثر لأن هذا الداعي الذي دعا الذي دعا بتوفر الشروط ولم يستجب له ولم يصرف عنه من السوء ما هو أعظم يكون قد فعل الأسباب ومنع الجواب لحكمة فيعطى الأجر مرتين مرة على دعائه ومرة على مصيبته بعدم الإجابة ويدخل له عند الله عز وجل ما هو أعظم وأكمل ثم إن من المهم أيضا أن لا يستطيع الإنسان الإجابة فإن هذا من أسباب منع الإجابة أيضا كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل قالوا كيف يعجل يا رسول الله قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلن يستجب لي فلا ينبغل الإنسان أن يستطيع الإجابة فيستحسر عن الدعاء ويدعى الدعاء بل يلح في الدعاء فإن كل دعوة تدعو بها الله عز وجل فإنها إبادة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى وتزيدك أجرا فعلك يا أخي بدعاء الله سبحانه وتعالى في كل أمورك العامة والخاصة الشديدة واليسيرة لو لم يكن من الدعاء إلا أنه عبادة لله سبحانه وتعالى لكان جديرا بالمر أن يحرص عليه وارتخت الهدام وشخصت العينام وأتان الملكان العظيمة والمسعاد قف بالخضوع ونادي يا الله إن الكريم يجيب من ناداه وطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه واسأله مغفرة وفضلا إنه مبسوطتان لسائليه يداه وقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه شملت لطائفه الخلائق كلها ما للخلائق كافل إلا هو فعزيزها وذليلها وغنيها وفقيرها لا يرتجون سواه ملك تدين له الملوك ويلتجي يوم القيامة فقرهم بغناه هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلال فدونه تقف الظنون وتخرص الأفواه صمد بلا كفء ولا كيفية أبدا فمن نظراء والأشفاه شهدت غرائب صنعه بوجوده لولاه ما شهدت به لولاه وإليه أذعنت العقول فآمنت بالغيب تؤثر حبها إياه سبحان من عانت الوجوه لوجهه وله سجود أوجه وجباه طوعا وكرها خاضعين لعزه وله عليها الطوع والإكراه سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه ما كان يعبد من إله غيره والكل تحت القهر وهو إله أبدا بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه وبنى السماوات العلا والعرش والكرسي ثم على عليه علاه وذحى بساط الأرض فرشا مثبتا بالراسيات وبالنبات حلاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطاه كم نعمة أولى وكم من كربة أجلى وكم من مبتل عافاه وإذا ابتليت بغربة أو كربة فادعوا الإله وناديا الله لا محسن الظن الجميل به يرى سوءا ولا راجيه خاب رجاه ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه رب لا فقبتنا إنك أنت السبيع العليم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه يجعي ترجمة نانسي قنقر